الإخلاص ثنية بإصلاح المقصد وأن تكون قاصداً بهذا الجلوس والحفظ لكتاب الله والمراجعة والتلاوة المستمرة والضبط والإتقان قاصداً بذلك وجه الله فإنه لن يدخل هذا القرآن الذي تحفظه في صالح عملك إلا إذا قصدت بحفظه وجه الله وردت به التقرب إلى الله وإلا فإنه لا يدخل في صالح العمل حتى وإن أتقنت حفظه وأجدت تلاوته وجودت مخارجه لا يدخل في صالح عملك إلا إذا قصدت به القربة لله عز وجل ودليل ذلك ما جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال أنا أغنى الشركة عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فالله لا يقبل من العمل إلا الخالص ولهذا تقصد بقراءتك وحفظك وجلوسك تقصد بذلك وجه الله والتقرب إليه وطلب رضاه سبحانه وتعالى فإنه ما تقرب إلى الله متقرب بمثل تلاوة كلامه وحفظ كلامه وفهمه ومجاهدة النفس على العمل به ترجمة نانسي قنقر